تالتاني حصل مع بيل جيتس بيل جيتس صبعا أحد أشهر الشخصيات العظيمة جدا هو كان ليه صديق مشهور جدا ملياردير أمريكي اسمه وورين بافت هو وورين بافت كانوا قاعدين مرة فقاعدة كده مع وجود بيل جيتس الأب فبيسأل كل واحد منهم انت عملت ثروتك ازاي كان إجابة الاتنين في نفس الوقت وورين بافت وبيل جيتس هو التركيز احنا شفنا اين ليجيب لنا فلوس أكتر مش فكرة ان انت بتشتغل في أكتر من مجال أو بتضيع وقتك في أكتر من مجال ده مش معناه ان ما يكونش عندك خطة وخطة بديلة لكن ما عندكش خطة كتيرة جدا فانت ماشي في عشرين اتجاه وفي الأخير تلقى نفسك ما نجحتش في أي حاجة الفوكس معناه شوف أكتر حاجة ممكن ترجحك وتفيدك ايه اصرف وقت عليها انت مفهور